أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستكيم صراط الذين أنمت عليهم ويري الموضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده هفذهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستكيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد أقل قول على أبسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناكهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن عرفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبع الذكر وأسير الرحمن بالغيث فبسره بمغفرة وأجر كريم إننا ننهي الموتى ونأتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أغصيناه في إمام مبين ودرب لهم مثلا أسهاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا نسلنا إليه بسنين فغذبوهما فعزسنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بسن من سلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تغذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا بطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم ما كم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يساق قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتهد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بتر لا توم أني شفاتهم شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيلته للجنة قال يا ليت القوم يعلمون بما وفن لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم خامدون يا هسردا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من الكرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وهييناها وأهرجنا منها هبا فمنه يعكنون وجعلنا فيها جنات من نهيل وعناب وفجلنا فيها من الويون ليعكلوا من سمره وما أمل ذو أيديهم أفلا يسكرون سبحان الذي ولق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلوا منه النهار بيناهم مذلمون والسمس تجري لمستقر لها ذلك ذكدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلها التعاد كالورجون القديم لا السمس ينبوي لها أن تذرك القمر ولا الليل سلابك النهار وكل في فلك يسبهون وآية لهم أننا هملنا ذريدهم في الفلك المسهون وهلكنا لهم من نسله ما يركبون وإن نسا نوركهم فلا صنع لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاء إلهين وإذا كيل لهم تقوا ما بين أيديكم وما غلفكم لعلكم ترهمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معردين وإذا كيل لهم أنفكوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعي من لو يشاء الله أذامه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صادكين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يهسمون ولا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تدلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسهاب الجنة اليوم في سول فاكهون هم وأسواجهم في دلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدون سلام قولا من رب الرحيم وامتهزوا اليوم أيها المجرمون ألما هد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يبدوني هذا سرات مستكيم ولقد أضل منكم جبلا كسيرا أفلم تكونوا تعكنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسنوا هاليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتزهد أرجلهم بما كانوا يقسبون ولو نشاء لدغسنا على أعينهم فاستبكوا السرات فأنا يبسرون ولو نشاء لمسهناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في العلم أفلا يعكنون وما ألمناه السر وما ينبوي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان هيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا ولكنا لهم مما أمل ذو أيدينا أن آمن فهم لها مالك وذللنا لهم فمنها رقوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشاربا فلا يذكرون واتهدوا من دون الله آلهة لأن لهم ينصرون لا يستثيرون نسرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أولم يرى الإنسان أنا ولكناه من نذفة فإذا هو غسيم مبين وضرب لنا مسلا ونسي هلقا قال من يهيي العظام وهي رميم قل يهييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل هلق عليم الذي جعل لكم من السجر الأرض لنار فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي علق السماوات والأرض بقادر على أن يهنك مثلهم بلى وهو الهلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لن يقول له كن فيكون فسبهان الذي بيده ملكود كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستكيم صراط الذين أنمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده هفذهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستكيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد أقل قول على أبسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناكهم أولانا فهي إلى الأبقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن عرفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبع الذكر ونسير الرحمن بالغيث فبسره بمغفرة وأجر كريم إنا ننهي الموتى ونأتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أرصيناه في إمام مبين وذرب لهم مسلا أسهاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليه بسنين فغذبوهما بعزسنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بسن من سلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تغذبون قالوا ربنا يا لم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا بطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم ما كم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يساء قال يا قوم اتبئوا المرسلين اتبئوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتهد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا توم أني شفاتهم شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيلته للجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منسلين إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم خامدون يا هسردا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من الكرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أهييناها وأهرجنا منها هبا فمنه يعكنون وجعلنا فيها جنات من نهيل وعناب وفجرنا فيها من الويون ليعكلوا من سمره وما أمل ذو أيديهم أفلا يسكرون سبحان الذي ولق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلوا منه النهار بيناهم مذلمون والسمس تجري لمستقر لها ذلك بكدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلها التعاد كالورجون القديم لا السمس ينبوي لها أن تذنك القمر ولا الليل سلابك النهار وكل في فلك يسبهون وآية لهم أننا هملنا ذريتهم في الفلك المسهون وهلكنا لهم من نسله ما يركبون وإن نسا نوركهم فلا صنع لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاء إلهين وإذا كيل لهم تقو ما بين أيديكم وما غلفكم لعلكم ترهمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معردين وإذا كيل لهم أنفكوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعي من لو يشاء الله أذامه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صادكين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يهسمون ولا يستفيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تدلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسهاب الجنة اليوم في سول فاكهون هم وأسواجهم في دلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدون سلام قولا من رب الرحيم وامتهزوا اليوم أيها المجرمون ألما هد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يبدوني هذا سراط مستكيم ولقد أضل منكم جبلا كسيرا أفلم تكونوا تعكنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسنواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أخوائهم وتكلمنا أيديهم وتزهد أرجلهم بما كانوا يبسبون ولو نشاء لدبسنا على أعينهم فاستبكوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لما سهناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في العرب أفلا يعكنون وما ألمناه السر وما ينبوي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان هيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا ولكنا لهم مما أمل ذؤيدينا أن آمن فهم لها مالك وذللنا لهم فمنها رقوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها مناف ومشاربا فلا يذكرون واتهدوا من دون الله آلهة لأن لهم ينصرون لا يستثيرون نسرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أولم يرى الإنسان أنا ولكناه من نذفة فإذا هو غسيم مبين وضرب لنا مسلا ونسي هلقا قال من يهيي الإظام وهي رميم قل يهييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل هلق عليم الذي جعل لكم من السجر الأرض لنار فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي علق السماوات والأرض بقادر على أن يهنك مثلهم بلى وهو الهلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لن يقول لهكم فيكون فسبهان الذي بيده ملكود كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستكيم سراط الذين أنمت عليهم ويري الموذوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده هفذهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستكيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد أقل قول على أكسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناكهم أولانا فيي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن عرفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبع الذكر وأسير الرحمن بالغيث فبسره بمغفرة وأجر كريم إنا ننهي الموتى ونأتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أرصيناه في إمام مبين وذرب لهم مثلا أسهاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليه بسنين فغذبوهما بعزسنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بسن مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تغذبون قالوا ربنا يا لم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا بطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم ما كم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يساق قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتهد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بتر لا توم أني شفاتهم شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيلته للجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم خامدون يا هسردا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من الكرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وهييناها وأهرجنا منها هبا فمنه يعكنون وجعلنا فيها جنات من نهيل وعناب وفجلنا فيها من الويون ليعكلوا من سمره وما أمل ذو أيديهم أفلا يسكرون سبحان الذي ولق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلوا منه النهار بيناهم مذلمون والسمس تجري لمستقر لها ذلك ذكدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلها التعاد كالورجون القديم لا السمس ينبوي لها أن تذرك القمر ولا الليل سلا بكل نهار وكل في فلك يسبهون وآية لهم أننا هملنا ذريتهم في الفلك المسهون وهلكنا لهم من نسله ما يركبون وإن نسا نوركهم فلا صنع لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاء إلهين وإذا كيل لهم تقوا ما بين أيديكم وما غلفكم لعلكم ترهمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معردين وإذا كيل لهم أنفكوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعي من لو يشاء الله أذامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صادكين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يهسمون ولا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تدلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسهاب الجنة اليوم في سول فاكهون هم وأسواجهم في دلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدون سلامهم قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألما هد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عذو مبين وأن يبدوني هذا سرات مستكيم ولقد أضل منكم جبلا كسيرا أفلم تكونوا تعكنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتزهد أرجلهم بما كانوا يغسبون ولو نشاء لدغسنا على أعينهم فاستبكوا السرات فأنا يبسرون ولو نشاء لمسهناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في العلم أفلا يعكنون وما ألمناه السر وما ينبوي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان هيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا ولكنا لهم مما أمل ذو أيدينا أن آمن فهم لها مالك وذللنا لهم فمنها رقوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشاربا فلا يذكرون واتهدوا من دون الله آلهة لأن لهم ينصرون لا يستثيرون نسرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أولم يرى الإنسان أنه لكناه من نذفة فإذا هو غسيم مبين وضرب لنا مسلا ونسي هلقا قال من يهيي الإظام وهي رميم قل يهييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل هلق عليم الذي جعل لكم من السجر الأرض لنار فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي علق السماوات والأرض بقادر على أن يهنك مثلهم بلى وهو الهلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لن يقول له كن فيكون فسبهان الذي بيده ملكود كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستكيم صراط الذين أنمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده هفذهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستكيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد أقل قول على أكسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناكهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن عرفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبع الذكر ونسير الرحمن بالغيث فبسره بمغفرة وأجر كريم إنا ننهي الموتى ونأتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أغصيناه في إمام مبين وذرب لهم مسلا أسهاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليه بسنين فغذبوهما بعزسنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بسن من سلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تغذبون قالوا ربنا يا لب إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا بطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم ما كم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يساق قال يا قوم اتبئوا المرسلين اتبئوا من لا يسألكم مجروا وهم مهتدون وما لي لابد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتهد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر الله لأني شفاتهم شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيلته للجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منسلين إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم خامدون يا هسردا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من الكرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وهييناها وأهرجنا منها هبا فمنه يعكنون وجعلنا فيها جنات من نهيل وعناب وفجلنا فيها من الويون ليعكلوا من سمره وما أمل ذو أيديهم أفلا يسكرون سبحان الذي ولق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلوا منه النهار بيناهم مذلمون والسمس تجري لمستقر لها ذلك بكدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلها التعاد كالورجون القديم لا السمس ينبوي لها أن تذنك القمر ولا الليل اسلابك النهار وكل في فلك يسبهون وآية لهم أننا هملنا ذريتهم في الفلك المسهون وهلكنا لهم من نسله ما يركبون وإن نسا نوركهم فلا صنع لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاء إلهين وإذا كيل لهم تقوا ما بين أيديكم وما غلفكم لعلكم ترهمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معردين وإذا كيل لهم أنفكوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعي من لو يشاء الله أزامه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صادكين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يهسمون ولا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تدلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسهاب الجنة اليوم في سول فاكهون هم وأسواجهم في دلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلامهم قولا من رب الرحيم وامتهزوا اليوم أيها المجرمون ألما هد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يبدوني هذا سراط مستكيم ولقد أضل منكم جبلا كسيرا أفلم تكونوا تعكنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسنواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أخوائهم وتكلمنا أيديهم وتزهد أرجلهم بما كانوا يغسبون ولو نشاء لدغسنا على أعينهم فاستبكوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسهناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في العرب أفلا يعكنون وما ألمناه السر وما ينبوي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان هيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا ولكنا لهم مما أمل ذؤيدينا أن آمن فهم لها مالك وذل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشاربا فلا يذكرون واتهدوا من دون الله آلهة لأن لهم ينصرون لا يستثيرون نسرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أولم يرى الإنسان أناه لكناه من نذفة فإذا هو هسيم مبين وضرب لنا مسلا ونسي هلقا قال من يهيي الإضام وهي رميم قل يهييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل هلق عليم الذي جعل لكم من السجر الأرض لنار فإذا أنتم منه توجدون أوليس الذي علق السماوات والأرض بقادر على أن يهنك مثلهم بلى وهو الهلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لن يكون لهكم فيكون فسبهان الذي بيده ملكود كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصعاط المستكيم صراط الذين أنمت عليهم ويري الموضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده هفذهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على سرعة مستكيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد أقل قوما على أبسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناكهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن عرفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تمدرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبع الذكر وأسير رحمن بالغيث فبسره بمغفرة وأجر كريم إنا ننهي الموتى ونأتو ما قدموا وآسارهم وكل شيء أغصيناه في إمام مبين وذرب لهم مثلا أسهاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليه بسنين فغذبوهما فعزسنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بسن مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تغذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا بطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم ما كم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يساء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتهد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بتر لا توم أني شفاتهم شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيلته للجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم خامدون يا هسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من الكرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وأهييناها وأهرجنا منها هبا فمنه يعكنون وجعلنا فيها جنات من نهيل وعناب وفجلنا فيها من الأيون ليعكلوا من سمره وما أمل ذو أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي ولق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلوا منه النهار فإذا هم مذلمون والسمس تجري لمستقر لها ذلك ذكدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلها التعاد كالورجون القديم لا السمس ينبوي لها أن تذنك القمر ولا الليل أسلا بكل نهار وكل في فلك يسبهون وآية لهم أنا هملنا ذريه ذهم في الفلك المسهون وهلكنا لهم من مصره ما يركبون وإن نسى نوركهم فلا صنع لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاء إلهين وإذا كيل لهم تقو ما بين أيديكم وما غلفكم لعلكم ترهمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معردين وإذا كيل لهم أنفكوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعي من لو يشاء الله أذامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صادكين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يهسمون ولا يستفيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تدلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسهاب الجنة اليوم في سول فاكهون هم وأسواجهم في دلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدون سلام قولا من رب الرحيم وامتهزوا اليوم أيها المجرمون ألما هد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يبدوني هذا سراط مستكيم ولقد أضل منكم جبلا كسيرا أفلم تكونوا تعكنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسنواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتزهد أرجلهم بما كانوا يقسبون ولو نشاء لدغسنا على أعينهم فاستبكوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لما سهناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في العرب أفلا يعكنون وما ألمناه السر وما ينبوي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان هيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا ولكنا لهم مما أملت وأيدينا أن آمن فهم لها مالك وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشاربا فلا يذكرون واتهدوا من دون الله آلهة لأن لهم ينصرون لا يستثيرون نسرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أولم يرى الإنسان أنا ولكناه من نذفة فإذا هو غسيم مبين وضرب لنا مسلا ونسي هلقا قال من يهيي الإظام وهي رميم قل يهييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل هلق عليم الذي جعل لكم من السجر الأرض لنار فإذا أنتم منه توجدون أوليس الذي علق السماوات والأرض بقادر على أن يهنك مثلهم بلى وهو الهلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لن يكون له كن فيكون فسبهان الذي بيده ملكود كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم